اشتركوا في القناة المشهد جديد لاتفاقيات التجزئة على عكس ما كان يدبر في أستان عبر الاتفاقات الشاملة التي فشلت إلى حد كبير وآخرها الجولة الخامسة التي انتهت دون أن يتوصل الضامنون لاتفاق النهائي على مناطق خفض التصعيم الخلافات لم تكن بين الضامنين بل للضامنين فقط بل داخل فصائل المعارضة التي قطع بعضها المحادثات كالجفة الجنوبية والتي تلقت اليوم رسالة من فصائل أستانة تطالبها بسحب القرائط التي سلمتها في عمان والتعاون مع فصائل الشمال فصائل أستانة قابقة من اتفاق الجنوب السوري وتعتبره تكريسا للانقسام وللوجود الإيراني مع أن هذه الفصائل تواصل مشاركتها في محادثات أحد الضامنين فيها إيران وفي الحقيقة فلا فصائل الشمال ولا الجنوب تملك من أمرها شيئا فيما تكتبه الدول وتتسفق عليه للحديث دائما تتمه وتفاصيل أهلا بكم أهلا بكم عبر إذاعة وتلفزيون أوريانت توصلت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأردن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الجنوب السوري الإعلان عن الاتفاق جاء خلال قمة العشرين التي شهدت اللقاء الأول بين الرئيسين الأمريكي والروسي وبحسب الخارجي الأمريكي فإن الاتفاق لا صلة له بمحادثات أستانة محمد الدغيم لديه التفاصيل في قمة العشرين بمدينة هامبورغ الألمانية استغل الرئيسان الأمريكي والروسي لقاءهما الأول للإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب السوري الذي دخل حيز تنفيذ ظهر يوم الأحد اتفاق مفاجئ لم يكن أحد يتوقع أن يخرج من هناك بعيدا عن محادثات أستانة التي صنعت بالأساس لأجل ذلك والتي فشلت في جولتها الخامسة بالتوصل إلى اتفاق على ما يعرف بمناطق تخفيف التصعيد ما تم الاتفاق عليه بين ترامب وبوتين لا علاقة له بمحادثات أستانة بحسب ما أعلنت الخارجية الأمريكية الطرف الثالث في الاتفاق هي الأردن التي كانت مسرحا للمحادثات الأمريكية الروسية على مدار أسابيع إسرائيل أيضا كانت طرفا في محادثة عمان حيث رحب رئيس الحكومة من يمين تنياهو بالاتفاق لكنه حذر من أن تؤدي الخطة إلى حدوث فراغ تحاول إيران ووكلاؤها استغلاله في المنطقة الواقعة قرب الحدود مع إسرائيل وبحسب صحيفتيها أردس وإذعوت أحرونوت فإن إسرائيل تحفظت علنا من إبقاء الإشراف على وقف إطلاق النار بيد روسية بشكل حصري الاتفاق تمت صياغته في قطوطه العريضة إذن مع بقاء مناقشة التفاصيل خاصة مسألة القوات المراقبة للمنطقة فواجر الخارجية الروسي سيرجيلا بروف أشار إلى أن الشرطة العسكرية الروسية ستحفظ الأمن بمحيط مناطق خض التوتر بالتنسيق مع أمريكا والأردن وهذا ما يعطي للأخيرتين دورا محتملا أيضا في نشر قوات للفصل بين مناطق النظام والمعارضة ويشكل الاتفاق الأمريكي الروسي الأردني الإسرائيلي علامات استفهام حول ابتعاده عن بوصلة أستانا وأسباب قبول روسيا بذلك وهي العرابة لمحادثات أستانا هذا فضلا عن مصير باقي المناطق التي لم يحسم أمرها في الجولة الأخيرة من المحادثات سأناقش هذا الملف مع ضيوفي أبدأ بضيفي فيها لستوديو مدير مركز ساقر لدراسات الدكتور مهند العزاوي أهلا بك دكتور مهند وأرحب بالعاصمة الأردنية دكتور محمد الحلايقة الوزير الأردنية السابق ضيفي نعمان مساء الخير دكتور الحلايقة وسينضم إلينا شلومو غانور هو كاتب محل سياسي من القدس الغربية أهلا بكم ضيوفي الأكارم سأبدأ معك دكتور مهند العزاوي هل هذا الاتفاق الأمريكي الروسي الذي حصل في الأردن مع وجود إسرائيلي يعلن انتهاء أستانا؟ تحية لك تحية لضيوفك تحية المشاهدين يعني اليوم نتكلنا معنا اتفاق شفوي يعني غير ملزم قانونيا ولكن قد يكون الالتزام أخلاقي ما بين الرؤساء تقصد غير ملزم من مجلس الأمن؟ ليس غير ملزم من مجلس الأمن لأنه لن يحرر على نظام قانوني ورقي يلتزم به الأطراض ويمكن الرجوع عليه في حالة يكون هناك خلاف أو هناك مشاكل في تطبيق هذه التفاهمات نتكلم اليوم عن إرادتين دوليتين هي الفاعلتين على المستوى في المسرح السوري نعم أنه روسيا هي صحبة القرار تكون الأكثر من أولاد التحدى الأمريكية ولكن اليوم نشاهد هذه التفاهمات اليوم على الأراضي السورية توحي بمرحلة قادمة قد تختلف تماما عن مراحل التي سبقت قد يكون الدور الأكثر لللاعبين الدوليين في الدرجة الأولى روسيا ثم الأولاد التحدى الأمريكية وما يلفت الانتباه أنه الضمانات أو الضامن الأساسي لهذه التفاهمات هي طرف واحد هي روسيا وبالتالي روسيا هي طرف مهم في الحرب في مسرح السوري يعني هي الفاعلة رقم واحد في المسرح وبالتالي عندما تكون هي الضامن بلا شك هذه التفاهمات ليس بالضرورة أن تأخذ جانب الاستقرار والثبات نعم ناهيك عن نقطة مهمة جدا في هذا الاتفاق يكاد يكون محدود في رقعة جغرافية محددة الجنوب الغربي السوري نعم وهو الذي يرتبط جغرافيا جغرافيا السياسية بإسرائيل وبالأردن بالدرجة الأولى وبلا شك هو نوع من أنه يقاف الاحتكاك ما بين الميليشيات وما بين قوات النظام وما بين القوات المتوجهة في هذه المنطقة نعم إضافة إلى شيء مهم جدا أن هناك قوات لداعش موجودة أيضا في المنطقة وقوات أخرى يعطينا انطباع كيف سيطبق هذه التفاهمات أو هذه الاتفاقية الشفاهية بين الرؤساء لا تنسى أنه كافة الفصال العاملة في هذه المنطقة فالفصال اللي بمثل داعش ليس قوي ليس كبير لا يوجد له أي دعم هناك فبالتالي من السهولة ربما على هذه الدول أن تقوم بالتخلص منه لأن هناك من قال بأنها هي ورقة تمام تمام هي بالضبط ولكنه هو جزء من الأدوات الفاعلة المسلحة في ذلك المنطقة يعني لابد أن نضح في حساباتنا أنه غالبية الفصائل هي إرادات يعني عندما نتكلم اليوم عن إرادة شهورية بحثة ما بين ثورة ومعارضة وما بين نظام أنا أعتقد هذه غائبة حتى في وقت الحاضر طيب ماشي نعم يعني ستحدث عن كل الإيجابيات لهذه المنطقة وأيضا عن سلبياتها أتوجه لك دكتور محمد الحلايقة ربما إقامت مثل هذه المنطقة الآن على وجه الخصوصية طلب أردني سابق تحدث عنه الملك الأردني عندما قال بأنه يجب على الميليشيات الإيرانية أن تبتعد سبعين كيلو متر عن الحدود الأردنية هذا ما يطبق الآن في العاصمة الأردنية تحت إشراف العاصمة الأردنية يأخذ أربعين كيلو متر لا وجود لإيران وكأن الحديث بشترط أنه سنقوم بعمل هذه المنطقة شرط عدم وجود ميليشيات أردنية أعتذر إيرانية وهو طلب أردني واضح دكتور دكتور الحريقة السؤال الأهم الآن المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق هي الأردن صحيح؟ صحيح إلى حد ما نعم ولكن أيضا هناك أطراف أخرى مستفيدة كما تعلم الأردن منذ بدايات طالب بأن تكون هناك منطقة آمنة في شمال الأردن وجنوب سوريا كما طالبت تركيا أيضا بمنطقة آمنة جنوب تركيا شمال سوريا والرئيس ترامب في بدايات عهده تشجع للفكرة وصدر عنده تصريحات بهذا الاتجاه الآن يتبلور الموقف الأمريكي والروسي باتجاه توافق خارج إطار أستانا وخارج إطار محادثات جنيف هذا يدل على أنه عندما يتفق الكبار الأطراف الأخرى ليس أمامها فرصة كبيرة للمناورة الأردن لا شك هو المستفيد الأكبر وكان الأردن حذر وحساس من وجود حزب الله ومليشيات إيرانية على حدوده الشمالية كما أن إسرائيل في ذات الوقت أيضا حساسة لهذا الموضوع وأنا برأيه كل الأطراف لها مصلحة ربما باستثناء المعارضة السورية والفصائل الأخرى فصائل داعش وغيرها ولكن الأردن يهمه أن تكون حدوده الشمالية مؤمنة وبعيدة عن المناكفات الإيرانية ومناكفات حزب الله إسرائيل أيضا ربما ترتاح لابتعاد حزب الله ومليشيات الإيرانية النظام أيضا بحاجة إلى التقاط الأنفاس في الجبهة الجنوبية والجنوبية الغربية بعد كل هذا الصراع الدموي وربما يفيد هذا في التفرغ للقتال في مناطق أخرى أيضا هو بداية توافق أمريكي روسي وهذا مهم والإشارات التي صدرت من موسكو تدلل على أن الأمريكيين أصبحوا أكثر واقعية في طلاباتهم وفي صقف مطالباتهم بالرغم مما يصدر عن تيلرسون لأسف المعارضة السورية في هذه المنطقة تعاني من أولا اختلاف الموقف مع الفصائل في الشمال لم تحضر أستانا بسبب استمرار القصف عليها وأيضا هي تعاني من ضعف الإمداد المالي والليجستي وأيضا ما يقال عن وجود داعش هو وجود محدود سهل برأيي أن التخلص منه لذلك هناك جملة من المعطيات في هذا الاتفاق يعني ربما إذا نجحت هذه الفكرة ربما يلجأ إليها في مناطق أخرى وهذا سيكون على حساب القضية الأصلية التي طالبت المعارضة السورية فيها تغيير النظام وغير ذلك بعد أن حقق النظام بمساعدة روسية وإيرانية مكاسب عسكرية واضحة نعم لكن بالمقابل هي بوجت نظرك تنعكس سلبي على الفصائل المقاتلة تنعكس سلبيا على المعارضة السورية على وجه الخصوص أنا نعم أرى ذلك أولا لأنه واضح اليوم أنه هناك انقسام في المواقف هذه المعارضة أصلا لم تحضر إلى أستانا ولم تشارك بسبب عدم الوفاء بالوعود السابقة والقصف استمر في مناطق درعة والقتال الأمر الآخر المعارضة في الجنوب والجنوب الغربي تواجه صعوبة كبيرة في التواصل مع فصائل الشمال والحصول على إمداد عسكري ولجستي وحتى إمداد مالي ولذلك سيكون هناك في تفاوت اليوم التصريحات التي صدرت ربما تؤشر على انقسام فوقه وكأن الأمر خرج من يد المعارضة السورية بجملتها وبقي في إطار الأيدي الأمريكية والروسية طيب ماشي من المقابل دكتور مهند لنتحدث عسكرية نوعا ما أنت تحدثت لا يوجد هناك ضامل يوجد هناك مرجعية لا يوجد أي ذلك الروس هم من يسيطروا على هذه الورقة إن تم تسميتها ورقة لكن السؤال منهم هل هناك سهولة في تطبيق هذا الاتفاق على الأرض في درعاء على وجه الخصوص؟ لا أنا جد ليس سهل الممكن ولكن ليس بهذه السهولة المتوقعة شهدنا اليوم نوع من الهدوء في تلك المنطقة قد يكون الإنهاك عامل مهم في التقاط الأنفاس في كل الأطراف أنا أعتقد أن كل الأطراف منهكة في المسرح السوري أنا أعتقد هو نوع من أنواع الهدنة الهدنة المشاع على شكل اتفاق هكذا هو بالطرف الأول وإن نجحت قابل لأن تتمدد في أماكن أخرى ولكن قد يكون مسألة إيقاف تمدد الميليشيات الإيرانية أو الوجود الإيراني ضمن الأراضي السورية باتجاه الجنوب الغربي والغربي السوري أنا أعتقد هو العنصر الأساس من هذا الاتفاق لا ننسى أن الروس ليس ضامنين في كل اتفاقياتهم هنا كانت اتفاقيات بالأفراف كيري وكان اتفاق مكتوب إذا تذكر في ذلك الوقت عام 2016 ولم ينفذ ولم ينفذ كان مكتوب طيب اليوم نحن نتكلم عن اتفاق شفوي ما بين الرؤساء لن يخرج على شكل بنود ووراق ممكن أن تضع أطورها قانونية تستطيع من خلاله أولا تمدد هذه الظاهرة أو على أقل هذه الهدنة أو تستطيع من خلاله محاسبة من المقاصرين وكافة الهدنة الذي أعلنت لن تكون هدن متكاملة بنسبة على الأقل حتى لو 50% لن تكون متكاملة جرى فيها خروقات والجهات التي قامت بالخروقات حتى لن تحاسب وبالتالي نحن أمام هلامية في لأنه ضامن روسي هذا قصدت من البداية هذا اللي قصدت من البداية بعدين لا تنسى أن الولايات التحدة الأمريكية لا ترغب بالتوغل في الملف السوري لأن لديها مشاكلها في العراق لكن الحديث كان دكتور دائماً الحديث كان عن عن اتفاقات كاملة الآن الحديث عن مناطق بالتجزية هل هي تجربة بالون اختبار أم ماذا؟ أنا أعتقد الفكرة القبول بأمر الواقع وبالتالي أن تكون سوريا عبارة عن كانتونات موزعة حسب مناطق القبوة والنفوذ لكل جهة قد يكون الراعي والضامن الرئيسي الولايات التحدة الأمريكية وروسيا في محاولة للتجربة مثل حضرتك ما تفضل بالون أو تحجز تجربة قبول أن سوريا الديمقراطية هنا وأن في إدلة تكون قوة مسلحة إسلامية وفي الجنوب الغربي قوة مسلحة عشائرية وهكذا طبيعة التنوع المسلح في المسرح السوري أنا أعتقد كل الفاعلين الرئيسين الدوليين من أمريكا وروسيا هم أيضاً في مأزق حقيقة ولا توجد حتى خطط للخروج من هذا المأزق وبالتالي بدأوا بهذه الاتفاقية الشفوية وهو تعرف هذا الاتفاق خلال قمة العشرين جرى وبالتالي لا نستطيع نتكهم بما ستوله للأيام القادمة ولكن بكل الأحوال هناك هشاشة في عقد هكذا الاتفاق حتى لو كانت بقى عليه روسيا وأمريكا هناك هشاشة حتى لو لأن الأطراف الباقية ليست كلها مرتبطة لكن هناك طرف مهم الآن أهلاً بك سيد جانور كاتم محلس سياسي من القدس الغربية سيد جانور لأول مرة إسرائيل هذه المرة تكون ضمن اتفاق يحصل في سوريا حتى لو لم تكن على الطاولة لكنها بكل تأكيد على علم به وشاركت بمحادثاته وأيضاً وضعت خططها لكن ما هو الدور الإسرائيل الآن المتوقع في هذه المنطقة خصوصاً من جهة القنيطرة والجولان على وجه الخصوص بالدرجة الأولى مهمة إسرائيل أو نظرة إسرائيل هي عدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية على غرار ما تتدخل عدم التدخل في شؤون أي بلد آخر ولذلك المبدأ الذي يحافظ عليه إسرائيل هو ضمان سلامة مواطنيها وأمن مواطنيها بالدرجة الأولى ومن هذا المنطلق ممكن أن ننظر إلى أي تحرك إسرائيلي أو إلى أي تبلور في الموقف الإسرائيلي إذا تسوية أو اتفاق أو أي ترتيب آخر يتم في الموضوع السوري من هذا المنطلق أيضاً يجب أن نرى أن إسرائيل أوضحت الخطوط الحمراء الواضحة والعلانية التي عرفها الجميع وهذه الخطوط الحمراء هي ثلاثة الأول عدم أو منع منظمة حزب الله من الحصول على أسلحة دقيقة ومتطورة عبر الأراضي السورية هذا مبدأ أول المبدأ الثاني وخط أحمر ثاني هو عدم السماح لمنظمة حزب الله أو للكوات الإيرانية أو الميليشيات التابعة للنفوذ الإيراني بالتمركز على الحدود الإسرائيلية السورية والخط الأحمر الثالث هو عدم السماح لكوات إيرانية في التمركز والانتشار داخل الأراضي السورية الككل في المستقبل عندما ستتم التسوية المبدأ هو أن إسرائيل ستحافظ على حماية ودفاع عن وطنية أنت تحدثت عن ثلاثة خطوط حمراء لإسرائيل حرية النشاط وحرية العمل أنت تحدثت عن ثلاثة نقاط لإسرائيل وهو ما صرح به أو تخوف منه نتنياهو إذا كان الضامن روسي أمريكي لماذا تخشى إسرائيل الآن من أي تحرك لحزب الله أو لإيران إسرائيل بالدرجة الأولى تخشى من انتشار الإرهاب وأن يصبح الإرهاب سواء الإرهاب الإيراني أو الإرهاب للميليشيات الإيرانية المختلفة أو لحزب الله أن يصل إلى حدودها وأن تلطر إسرائيل عند ذلك الحين إلى مواجهة هذا الإرهاب بكل كواه لذلك إسرائيل اليوم عندما تم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا رحبت به ولكن مع شكوك معينة مع تحفظ معينة لأنها وهذا حزب تعبير نتنياهو وأيضا آخر الأساس الإسرائيليين الآخرين لأنهم يريدون أيضا أن يتم وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا ككل وليس الاكتفاء بمنطقة الجنوب وعدم استبدال إرهاب داعش بإرهاب حزب الله أو إرهاب إيراني إرهاب وإرهاب وليس أي تفريق هل سنشهد نشر قوات إسرائيلية على الحدود أم لا اكتفاء بتصريحات وضمان روسي أمريكي لا سيدي سيدي إسرائيل متمركزة وموجودة على حدودها ونسكر أنه قبل الأحداث في سوريا حافظت إسرائيل على وقفة لقنار منذ حرب أكتوبر 73 حتى هذا اليوم أي من يعادينا نعاديه ومن يسالمنا نسالمه وهذا هو مبدأ أي الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين الإسرائيليين بدون استثناء دكتور الحلايقة روسيا قالت بأنها ستنشر شرطة عسكرية روسية بمحيط هذه المنطقة الآمنة التي تم الاتفاق عليها الآن التوقعات سيتم نشر قوات أردنية أو قوات أمريكية مع أنه ترامب وقبله أوباما تحدثوا بأنه لا يمكن أن يكون هناك أي عنصر يدخل بريا إلى الأراضي السورية مع عملين القوات الأمريكية موجودة في الشرق يعني في التنف موجودين الأمريكان الأمور تتغير باتجاه تغير المصالح والتوافقات والأمريكان حكوا هذا الكلام لكن اليوم موجودين في الرقة في أطراف الرقة وفي قاعدة التنف وغيرها الأطراف أظن عمليا الروس هم الطرف الوحيد القادر حاليا على البدء بتنفيذ مثل هذا التوافق يعني هم القوة الوحيدة في الميدان لأنه لا الإيرانيين مقبولين قوة ضامنة من كل الأطراف باستثناء النظام السوري ولا حزب الله ولا غير ذلك لذلك الروس من السهل لوجستيا أن يتواجدوا لزرع بدرة هذا التوافق هناك حديث عن أن قوات أردنية لاحقا ستشارك في هذا الموضوع بالإضافة إلى ربما قوات غربية لأن الأميركان هناك تردد في وجودهم وإيران لم تعد من القوة الضامنة وهذا بريح الأردن وبيريح إسرائيل وبيريح الأميركان ولكن في نفس الوقت هناك ربما نبحث عن فريق ثالث لاحقا ينضم إلى من دول الاتحاد السوفيتي سابقا للانضمام إلى قوات الشرطة السورية وربما أيضا يكون هناك قوات أردنية لتعزيز هذا التوافق والمحافظة عليه أملا في أن يصمد وربما يمتد إلى مناطق أخرى لكن للبدء بالتنفيذ لا يوجد غير القوات الروسية مقبولة لكل الأطراف للمحافظة على مثل هذا الاتفاق المبدئي دكتور حلايقة لا تلاحظ بأن هذا الاتفاق لصالح الأسد طبعا ميزان القوى في الميدان ميزان القوى العسكري يمين لصالح النظام السوري وصالح الجيش السوري بدعم روسي كبير وبدعم إيراني وحزب الله وكلها الميليشيات وللأسف المعارضة السورية تعاني من صعوبات وأيضا منظمات الإرهابية أيضا تنحسر ومعاركة الموصل الشاهد على اندحار داعش وربما ينتد إلى الرقة بجهود الوحدات الكردية العربية أو ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية ميدانيا المعارضة كما قلت لك في البداية في وضع صعب في الشمال حصرت وجودها في إدلب بعد أن خصرت حلب وفي الجنوب تقاتل ولكن خطوط الإمداد لهذه القوات والدعم المالي واللوجستي صعبة جدا وإمكاناتها وفرصة ضعيفة وكل حال حقيقة المعارضة والجيش السوري وكل الناس في هذه المنطقة بحاجة إلى التقاط الأنفاس وبرغم كل القتال الدائر في الفترة الأخيرة كان كر وفر الجيش السوري يحقق تقدم وربما المعارضة تحقق تقدم ربما هذا يعطي فرصة للأطراف أولا لإنهاء وجود داعش وأخواته في المنطقة والفصل بين فصائل المعارضة فصائل الجنوب والجيش السوري إلى حين السير قدما ربما في إجراءات حل سياسي في سوريا نعمل أن يتوقف هذا القتل والتدمير الحقيقة مدمي دكتور مهند الآن السؤال لكن بسيغتين السيغة الأولى ذات السؤال اللي طرحته للدكتور الحلايقة أنه هذا الاتفاق لصالح الأسد حتى لو كان عسكريا بمعارضة الفصائل وهو ملف ثاني سيتم مناقشته في هذه الحلقة والسؤال الآخر طيب إذا كان هذا الاتفاق فقط لجنوب غرب سوريا يعني تتحدث عن درعا القنيطرة على اعتبار أن السويداء هادئة طيب ماذا بشأن التنف ماذا بشأن البادية السورية من هذا الاتفاق أنا أعتقد بعد يعني نهاية مسرحية يعني فصول مسرحية داعش هناك اهتمام دولي لإخراج الميليشيات ومنع التمدد النفوذ الإيراني وتدويل منطقة سوريا كأمن وسلم دولي أنا أعتقد مجد نظري هكذا يعني المعارضة اللي استفدتوا من هذا الاتفاق فقط عدم وجود إيرانيين أنا أعتقد ليس فقط يعني ليس فقط الأسف مستفيدة أيضا المعارضة هي مستفيدة مستفيدة دارس محطي أوضح لك من كل الجوانب لنأخذ جانب واحد تفضل التفكير خارج الصندوق هكذا دائما نقول يعني عندما نفكر أن هناك أولا هدنة لالتخاط الأنفاس يكون هناك صفحة لاحقة سياسية وأنا قرأت أنه يوجد هناك هكذا روا هناك صفحة سياسية أخرى أنه اتفق عليها الروس والأمريكان وقد تبدأ منذ هذا الاتفاق النجح تبدأ في المرحلة القادمة لمرحلة العمل السياسي في سوريا وعندما يكون هذا العمل وبالتالي لا وجود إلى حزب الله والقوات الإيرانية والميليشيات تتابع لها داخل سوريا أنا أعتقد لاحقا هكذا يعني في البعد الاستراتيجي القريب هكذا إن نجحت هذه تعرف أن هذه أيضا هذه التفاهمات قد يكون أطراف غير مستفيدة من عدها نعم منها إيران وميليشيات قد تعمل على تفكيك هذه التفاهمات ولكن لاحقا عندما نقضى طبيعة أو مسارات الرؤى الأمريكية والروسية التي جرى تسريبات بعض من عدها نشهد أن هذه المرحلة أولى في محاولة تثبيت الوضع العسكري على الأرض ثم الانتقال إلى المرحلة السياسية أنا أعتقد نجد نظري هكذا وبالتالي يعني ماكو معادلة صفرية في هذا الموضوع نعم هي معادلة لا صفرية بين الطرفين وذلك اليوم نتكلم عن جينيف قادمة وهكذا نعم أنا أتوقع أن جينيف أيضا انتهت كذلك والله نعتقد جينيف واستانكي لهم مراحل عدم توافق دولي وبالتالي يبقى الوقت يعني مفتوح إلا أن تستخدم هذا شق السؤال التنفو البادية شو دورهم يعني تقصد أن القوات الأمريكية والإتفاق الروسي الأمريكي أنا أعتقد مثل ما قال ضيفك من الأردن أن القوات الأمريكية متواجعة لأراضي السورية أولا يعني عندما نتكلم عن طبيعة توسيع القوة على الأرض نعم وأيضا كذلك الأردن فاعلة على المستوى البعد أو المجال الحيوي لها طيب في العنق السوري إضافة إلى هذا التعدد الموجود المتواجد أنا أعتقد هذه المنطقة المهمة لأنها تمثل مثلث التواصل ما بين العراق والأردن وكذلك إسرائيل هذه المنطقة المهمة على المستوى الحيوي نعم ولذلك جرى انتخابه من قبل الروس والأمريكان أولا لتحديد هذه المنطقة التي هي ذات البعد الحيوي المهم طيب من مفاصل التأثير والاحتكاك الذي قد تتقرب من قبله الميليشيات وإرانا هو يعتبر خط أحمر مثل ما قال ضيفك من إسرائيل ماشي أذهب إلى ضيفي سيد قانور الصحف إسرائيلي قالت الأبيب أنه أبدأت تحفظها لنشر فقط قوات روسية السؤال لها من ذلك هل سيتم هناك وجود قوات أمريكية تكون ضامنة لإسرائيل أو على أقل تقدير هذه نقطة أريد الجواب عليها نعم هناك نوع من التحفظ الإسرائيلي على تواجد الكوات الروسية إذا ما تم هذا الأمر والاتفاق عليه لأنه النفوذ السوري المتاسفة النفوذ الروسي في إيران في سوريا سيستمر لفترة طويلة وربما سيكون منحاز لجهات خارج الأطراف المعنية باستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط وهنا أعني بالدرجة الأولى إيران ولذلك المصالح المتضاربة بين إسرائيل وإيران مع الشريك الروسي قد يؤثر على دور روسيا في حفظ الأمان مع ذلك يجب ملورة وسياغة الاتفاق والآليات المتفق عليها بالنسبة لوقفة النار وبالنسبة للمستقبل أي إذا ستكون هناك تفاهمات إسرائيلية روسية بالنسبة لتحركات حزب الله بصورة دقيقة بالنسبة لعدم تمركز أو انتشار أو وصول كوات إيرانية وميليشيات إيرانية أو نخاضي عن النفوذ الإيراني إلى منطقة النفوذ كل هذه الأمور يجب لورتها بالسورة الثلائية برأيك سؤال آخر بينك تحدث عن المستقبل على الإيران ما تم الاتفاق والتنسيق طيب سيد غنور بينك تتحدث الآن عن المستقبل وزير الخارجي الأمريكي تحدث أكثر من مرة وجدت هذا بأنه لا مستقبل للأسد ولا لعائلته في سوريا طيب إذا كانت هذا الاتفاق له جزء كبير لصالح بشار الأسد فبالتالي هل نتوقع بأنه بعد إتمام أو نجاح هذه المنطقة يتم الحل السياسي والحديث عن بقاء الأسد أو لا ما هي البلور التي تقوم بها إسرائيل الآن فيما يخص نظام الأسد الداعم له منذ سنوات ست خلط النظرة الإسرائيلية هي متشائمة بالنسبة لمصير سوريا المستقبل خاصة في دوء التدخلات الأجنبية والمطامع الأجنبية في سوريا وثروات سورية وأيضا في المناطق المختلفة منها وهذا ينعكس أيضا على مكانة بشار الأسد وعائلة الأسد والنظام الذي يترأسه ويديره لا شك أن المجتمع الإسرائيلي وأيضا الكيادة الإسرائيلية سواء العسكرية والسياسية تتخبط في موضوع مصير بشار الأسد ولكن مع ذلك الجهة متجهة إلى عدم تأييد بشار الأسد بسبب بسيط جدا لا يمكن لمسؤول أن يبقى في سدة الحكم عندما قضى على شعبه عندما دبح في شعبه عندما انتنكل بشعبه عندما دمر البنية التحتية عندما خلف وراءه كل هذه ضحايا الكبيرة طيب ماشي ذات السؤال لك دكتور الحليقة الحديث الآن ماشي ماشي سيد جنور سامحني ما ضل معي وقت دكتور حليقة ذات الصيغة الآن الحديث مبدئيا عن وقف إطلاق النار بعد ذلك الحديث عن حل سياسي عن بقاء الأسد حديث وزير الخارجي الأمريكي أيضا كيف يقرأ تضل دكتور حليقة بأقل من دقيقة ذات كرمت الموقف الأمريكي تلف ضبابية كبيرة من موضوع سوريا رؤية الأمريكية غير واضحة حتى منذ عهد أوباما كان هناك في تردد في تذبدب التصريحات الروسية تقول أن الأمريكان أقرب إلى الموقف الروسي ويبدو أن التفاهمات الآن على إنهاء داعش على إيجاد مناطق عدم التصعيد ومن ثم النظر في موضوع مستقبل أسد لاحقا ولكن الضبابية الأمريكية هناك تناقض بين ما يصدر عن الرئيس ترامب وعن وزير الخارجية ربما يكون هذا من قبيل التصعيد للحصول على مكاسب للجانب الأمريكي فيما يتعلق وتطمين لبعض حلفاء أمريكا في المنطقة لكن لا تعول على الرؤية الأمريكية لأنها ضبابية وربما لا يكون هناك أصلا رؤية في موضوع السوري بدقيقة فقط دكتور مهند تؤيد ما تفضل به دكتور الحلايقة؟ لا على العكسة نجد الموقف الأمريكي مختلف تماما في عهد أوباما هناك تقرب هناك دخول عسكري مباشر وهناك تشقد مشاركة مع روسيا في القرار في وقت أوباما كانت روسيا اللاعب رقم واحد والآن روسيا اللاعب لا 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 أنا أعتقد هناك شراكة ولو شراكة قد تكون جزئية لا تنسى أنه دائما الخطط الأمريكية غير واضحة للعلن حتى في الجانب العسكري بالذات وأنا أعتقد مجرد الدخول في المسرح السوري عسكريا وإنهاء داعش في الموصلة نعتقد له يعني مراحل متقدمة أخرى نستطيع نلمسها بعد شكرا لك دكتور محمد العزاو مدير مركز صغلين درسال ضيكي للسود شكرا لك دكتور محمد الحلايقة الوزير الأردن بارساليو دكتور